موسيقى انتصف يوم القاهرة اهلا بحضرتكم اهلا بحضرتكم هذه نشرة الظاهرة والى التفاصيل اكد رئيس عبدالفتح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وذلك في ضوء المبادرات الصحية المتنوعة جاء ذلك خلال استقباله السيد تدرس عدهنوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخلال اجتماع اخر لاستعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وجه الرئيس بتعزيز الجهود للنهوض بهذا القطاع وجميع الشركات التابعة له ليتكمل مع عملية التنمية الشاملة في قطاعات الدولة كافة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد تدرس ادهنوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وسكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس اكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظمة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في اطار 100 مليون صحة والتي تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الاول وفق اعلى المعايير العالمية خاصة مبادرة انهاء قوائم الانتظار للجراحات الحارجة ووصولا الى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد ادهنوم خلال جائحة كورونا خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه اعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين لسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكابدي الفيروسي سي فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة انهاء قوائم انتظر مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحارقة ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها احدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي واوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول افاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم اطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلاة الى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل حيث اكد السيد الرئيس ان الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التوطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها احدى الاولويات الوطنية وبما يساهم في تحقيق مبادئ واهدف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء يحيى زكريا اسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماعات تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني كذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستعابية فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع اعلنت الاستخبارات الروسية احتجاز ثمانية بينهم خمسة روس للاشتباه في مشاركتهم في تفجير جسر القرم السبط الماضي وقالت الاستخبارات الروسية ان الهجوم من تدبير الاستخبارات العسكرية الاوكرانية واشارت الى انه تم اخفاء المتفجيرات في لفائف تغليف بلاستيكية ارسلت في اغسطس من ميناء اوديسا الاوكرانية ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وارمينيا قبل دخولها الى روسيا في تلك الاثناء اعلنت رئاسة الاوكرانية ان قواتها استعدت خمسة بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسونة الجنوبية وتقود القوات الاوكرانية هجوما مضادا منذ عدة اسابيع في هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حيث حققت مكاسب كبيرة على الارض ودمرت عدة جسور بهدف قطع الامدادات اللوجستية عن القوات الروسية اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الزرية ان محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب اوكرانيا فقدت كل مصادر الطاقة الخارجية واضحت الوكالة الدولية ان المحطة النووية تعتمد حاليا على الموالدات التي تعملوا بالديزل في غضون ذلك اكد وزير الطاقة الاوكراني هرمان هالوشينكو ان روسيا قصفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة خلال هجماتها الصاروخية اليومين الماضيين واضف هالوشينكو ان كييف في حاجة الى مزيد من الدعم لحماية اجوائها من القصف الروسي اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستورتنبرج ان تزويد اوكرانيا بانظمة الدفاع الجوي يعد اولوية مطلقة وخلال اجتماع الحلف في بروكسل بحث الاعضاء في النيتو تزويد اوكرانيا بنظم دفاعية اكثر تطورا وشدد ستورتنبرج على ضرورة تقديم الدعم العسكري لكييف مؤكدا ان اي هجوم متعمد على البنية التحتية لدول الحلفة سيواجه برد حازم وموحد من جانبه اعلن الرئيس وزير الدفاع الاوكراني اوليكزي ريزلينكاظ ان بلاده تلقت اول نظام دفاعي مضاد للطائرات من المانيا اعلنت بولندا رصد تسرب من انبوب دروكبا النفطي الذي ينقل النفط من روسيا الى اوروبا حيث تم اغلاقه ووضحت الشركة المشغلة لخط النفط ان اسباب الحادث غير معروفة حتى الان حيث تم توقف ضخ النفط على الفور واضفت الشركة ان الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي ويعد دروكبا هو خط انابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي الى المانيا وبلندا وينقل فرع اخر من خط دروكبا النفط الروسي الى المجر وسلوفيكيا والتشيك وجه القضاء الايراني اتهمات الى اكثر من 100 شخص باثارة الشغب وكانت موجة من الاحتجاجات قد اندلعت في ايران منذ نحو اربعة اسابيع عقب وفاة شاب مهسى اميني بعد توقيفها من قبل الشرطة وافادت مصادر قضائية بتوجيه الاتهام الى نحو 60 شخصا في تهران حيث وجه الاتهام لاكثر من 60 اخرين في محافظة هرمزكان جنوب البلاد نظمت لجنة ريادة الاعمال في مجلس الاعمال الافريقية بالتعاون مع الرابطة الافريقية لتمكين المرأة نظمت المؤتمر الافريقي الثالث عشر لصحبات الاعمال لتمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيعها على القيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظمت لجنة ريادة الاعمال بمجلس الاعمال الافريقية بالتعاون مع الرابطة الافريقية المؤتمر الافريقي الثالث عشر لصاحبية الأعمال وريادة الأعمال أعتقد أن هناك استفادة كبيرة بحيث أن يكون هناك لقاءات ما بين سيدات الأعمال من مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية يمكن أن هناك مشاركة كبيرة من تقريبا 30 دولة أفريقية وأوروبية وهذا أعتقد أن بناء جسور ما بين الدول العربية والأفريقية ومدى الاستفادة من الأشياء الموجودة والمتوفرة في أفريقيا وماء احتياجات سيدات الأعمال في دولة الإمارات المؤتمر يناقش ثلاثة محاورة ضمن استراتيجية مجلس الأعمال الأفريقية السياسات الداعمة للقطاع الخاص الأفريقي وإزاي أن يبقى في الحكومات يبقى في قوانين تداعم القطاع الخاص الأفريقي بما فيها المرأة والشباب مشروعات صغيرة متوسطة ومن خلال المؤتمر فيه جلسات بالنسبة للمرأة والشباب إيه المطلوب؟ مطلوب من هذه السياسات أن يكون هناك على الأقل 30% من كل المنقصات الحكومية تذهب إلى المشروعات الصغيرة متوسطة المرأة والشباب كما ناقش المؤتمر ضرورة تمكين القطاع الخاص الأفريقية بما فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب من خلال التوعية وبناء القدرات نحن نشجع كل النساء بأن يكون عندهم شغل المرأة تشتغل فوقه بأن تستطيع تساعد أطفالها وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرض للحرف اليدوية للمرأة شركتي النهاردة أعمالي اليدوية وفنية بيعملوها الأطفال عندنا زي الإحتاجات الخاصة أنا بعلمهم حاجة زي كده وهم بيشتغلوا معي بيبتدوا معي خطوة بخطوة ببدأ معهم وبنهي الشغل وزي ما انت شايفة بيطلعوا انتك كويس جدا يعني المؤتمر الأفريقي الثالث عشر لصاحبات الأعمال ورواد الأعمال خرج بتوصيات عدة على رأسها ضرورة دعم المرأة الأفريقية وتمكينها اقتصاديا من خلال مجلس الأعمال الأفريقية الذي أنشئ في إطار قرار الكمة الأفريقية ولا إلح الديني التلفزيون المصرية اختتمت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائية لدول البحر المتوسط والتي يقيمت بمكتبة الإسكندرية بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما في احتفالية ضخمة وبمشاركة صناع ورموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط احتضنت عروس البحر المتوسط فعاليات الحفل الختامية لمهرجان الإسكندرية السينمائية الدولية إنهم شافوا أفلام مميزة وجميلة فتمنياتي بالتوفيق لكل المشاركين في المهرجان وسعيدة إن الدورة جيب اسم النجم الكبير محمود حميدة بالنسبة لي صديق عمر بحبه بحترمه ومشرف لينا مشرف للفن المصري دورة 38 كان فيها أكتر من مسابقة ولكن من وجهة نظري كانت أفضل مسابقة لأنها جديدة ومبشرة سابقة أفلام الطلبة ليه؟ لأن أنا كل ما بنزل بالسن لتحت كل ما بلاقي أفكار خارج السندوق ولاقي عقول مبشرة إن شاء الله بالخير هناك بحية أولا لجنة لانتقد هذه الأفلام بعينية هناك اختلاف فيلم دطوع وفيلم كتاب وفيلم أفلام تجارية في تنوع التقافات وبالتالي هذا يوسع من دائرة الاختيارات وعلى مداري خمسة أيام شهدت فعليات النسخة الثامنة والثلاثين العديد من الفعليات والندوات والمسابقات وتم توزيع الجوائز للأعمال الفائزة في حفل الختام مهرجان الإسكندرية بيقدم ثلاث مسابقات مسابقة دولية لأفلام الرواية الطويلة ودية بتبقى لدول البحر المتوسط بس وبتبقى فيها 14 وإحنا اخترنا 14 فيلم فقط اللي هم يستهلوا يخشوا المسابقة من خلال لجنة مشاهدة وبعد لجنة المشاهدة بيبقى فيه لجنة دولية هي اللي بتتفرج على الأفلام دي وتهدي بقى أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل مماثل وأفضل مصير وأفضل سيناريو شرف كبير لحقيقة في مشاركتي أنا مش أول مرة في مصر لكن أول مرة في مهرجان الإسكندرية وعضوة لجنة التحكيم بمناسبة سنة تونسية المصرية فشرف وهذا ما ينجم كان يدعم الثقافة بين البلدين والتشارك والفتاح على بعضنا يذكر أن النسخة الثامنة والثلاثين لمهرجان الأسكندرية السينمائية حملت اسم الفنان محمود حميدة وحلت تونس ضيف شرف المهرجان وذلك في إطار عام الثقافة المصري التونسية للإبداع عنوان هو ما تجلى واضحا خلال فعليات مهرجان الأسكندرية السينمائية لدول البحر المتوسط من خلال اختيار أفضل الأعمال المشاركة في النسخة الثامنة والثلاثين والتي ارتكزت على العديد من المعايير الثقافية والمهنية المهمة ليكون حقا وجهتنا مشرفة للسينما المصرية أمل صبري التلفزيون المصري وفي تمامي ثانية بتوقيت القاهرة إن شاء الله تأتيكم نشرة الإخبارية من التلفزيون المصري ومسكير بودء جيل المزيد نعم بأمر الله شكرا لحضراتكم نعم بأمر الله شكرا لحضراتكم